دعوة سعودية خجولة لطرفي اتفاق الرياض للمضي قدماً في تنفيذ الاتفاق الدعوة جاءت في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية في صيغة بدت حيادية لجهات توزيع المسؤولية مناصفة بين طرفي الاتفاق عن تعاثر تنفيذه بعد أكثر من أربعة أشهر من التوقيع عليه البيان عبر عن حرص الحكومة السعودية على أمن واستقرار اليمن وسعيها لتنفيذ اتفاق الرياض تحقيقاً لغاياته وأهدافه مطالباً طرفي الاتفاق بتقديم المصالح العليا دون تصعيد يفوت فرصاً تتحقق بكسبها مصلحة اليمنيين كما دع الطرفين إلى العمل سوياً لحل الخلافات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق بعيداً عن المهاترات الإعلامية التي لا تخدم المصلحة وتزيد الفجوة بين الأشقاء ولا تهيئ الأجواء الملائمة للمضي في تنفيذه الحكومة الشرعية رحبت على الفور ببيان الخارجية السعودية والذي رأت فيه تجديداً لسعي سعودي لتنفيذ اتفاق الرياض وتحقيق غاياته وأهدافه وأكد مصدر مسؤول فيها أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية تتعاطى بجدية والتزام في تنفيذ ما يخصها من استحقاقة الاتفاق وثمنت الدعوة السعودية للعمل معها على تنفيذ الاتفاق والعمل سوياً لحل الخلافات والتحديات بعيداً عن المهاترات الإعلامية يبدو طرفاء الاتفاق وفقاً للبيان السعودي على قدر متساون من المسؤولية عن إفشال اتفاق الرياض في وقت حرص فيه الجانب السعودي على إبراز دوره التنموي على مهمته العسكرية في الساحة اليمنية لكن هذا البيان الأول من نوعه بعد أكثر من أربعة أشهر من الفشل في تنفيذ اتفاق الرياض يخفي وراء صيغته المرنة إجراءات بدأت استثنائية اتخذها الجانب السعودي بحق المجلس الانتقالي على نحو يعكس الدور المعرقل لهذا المجلس في تنفيذ الاتفاق المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزر هيثم الذي أطل بزي العسكري هذه المرة أوضح أن رئيس وحدة شؤون المفاوضات في المجلس الانتقالي ناصر الخبجي ومعه فريق المجلس في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض ومدير أمن عدن شلال شائع أبلغ في مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمان بأن قيادة التحالف العربي رفضت منح الطائر التي سوف تقلهم إلى عدن تصريحاً هيثم طالب التحالف بإضاحات حول ما حدث وحذر مما سيترتب على ذلك المنع مما أسماها عكاسات داخلية على جميع الأصعد إجراء المنع السعودي أحدث موجة مرتبكة من ردود الأفعال التي تضع الانتقالي لأول مرة في مواجهة حقيقية مع السعودية التي تعول كثيراً على نجاح اتفاق الرياض أغلاغ المنابس